موضوع الأول هو موضوع فتح مطار الهواري بومدين وانطلاق الرحلات من الجزائر إلى عدد من الدول بدءا من اليوم هكذا مطار هواري بومدين صبيحة اليوم وكذلك عنوان آخر انطلاق الرحلات من مطار هواري بومدين هي هذه الصورة هواري بومدين يعني الصور من مطار هواري بومدين يقول مطار هواري بومدين صبيحة اليوم هناك منشور اخر اذا كان امكن تم تعديل نفس المنشور لانه لما تلقى التعليقات وتلقى عدد البرتاج وانطلاق الرحلات بمطار هواري بومدين بدءا من اليوم هذه الصور هل هي من مطار هواري بومدين هل انطلقت الرحلات من المحطة الجديدة لمطار هواري بومدين الى دول اخرى اكيد ان الوحيد الذي قادر يردنا على هذا الخبر هو رئيس المدير العام لمطار او لمطار الجسائر الدولي مرحب بك سيد طهر علاش وبيك سهل سيد طهر علاش هل انطلقت رحلات من مطار هواري بومدين والى عدد من الدول الاوروبية وكذلك دول اخرى يقدر شي يكون انطلق الرحلات من جديد في مطار دول هواري بومدين بغير ما يكون الاسراء الاعلامية تكون عالمة به هذا غلط ما كانش من هرام نهار للراحلات لانه بش يعود المطار يعود يفتح والراحلات تعود تسير في مطار الجزائر هذا قرار لكن سيطار علاش هذي صور من مطار الجديد كما الجزائر نظمت بعض الرحلات بش جابت رعاية الجزائريين اللي كانوا مبلوكين في الخارج كان دول اخرى نظمت رحلات وقبلتها للايطار الجزائر بش تدي رعاية انتحال اللي كانوا يعني مبلوكين هنا اليوم الشركة الجوية الفرنسية عندها اوتوريزاشون بش تدي رعاية من الجزائر الى فرنسا وهي طائرة جاءت فارغة وتروح منها معمرة وكان عندهم الاشياء يستنتحهم ولكن الناس كل رعا يجي على بالهم سمعوا بلي كانوا بوليوم كل رعاهم مسجلين وكل ممسي مسجلين جوا للجزائر ولكن كانت الا رحلة واحدة وهذه رحلة لانه عدد لما شوفوا هذا العدد المشتعة رحلة واحدة ليس كذلك يا سيطار علاش كان رحلة واحدة العدد جاء بزاف ولكن كان رحلة واحدة ما كانش لانه اللي قلت لك كاين المسجلين جاءوا وجاءوا واخرين ما مش مسجلين كي سمعوا بلي كاينة طائرة راح تروح تجي من فرنسا باش تدي رعاياها من الجزائر جاءوا بزاف الناس لاشتاعد كانوا مش مسجلين وطائرة واحدة يعني اشتري في الطائرة والاخرين راح وراجعوا لديارهم وراجعوا للأمكان يراهم قايمين فيه اذا هذه الصور حتى الصور مش اول مرة مش اول مرة كاينة رحلة يعني انت تروح خطوط الجوية الفرنسية تريد تدي منها رعايا جادش او ما زال كاينة رحلات اخرى من مرمجة ثانية باش تريد تدي رعايتها وكل والطائرة دائما كي تجي من فرنسا للجزائر تجي فارغة ما جيبش معها المجد ماهم لهم مرمجة الا باش تدي مسافرين وما هيش غير للشركة كاينة لفتانزاجات كاينة ايبرياجات تدات رعاياها الى اخرها من كما الخطوط الجوية الجزائرية ما دارت حتى رحلة لا ما تقدر الخطوط الجوية الجزائرية دارت على حالة تجابت رعاياها لكانون بروكير بالخارج نعم لكن منها من الجزائر الى الخارج الخطوط الجوية الجزائرية تجابت رعايا الجزائرين يعني لكانون بروكير بالخارج عودت دخلتهم. كل دول نظموا دورة عاية منها رعاية الفرنسيين وجزائريين يعني المقيمين الثاني بالخارج. كان يعني يعني كي جوا مع فرنس. فرنس عاودت جات باش تديهم البلادهم. نعم. وهذا ما يظن وهذا ما هيش رحلها يعني رحلات العادية ما زال. ما رجل تحتر على عادية. كان بعض الرحلات اخرى يمبرزة باش يجيوا يديهم العيام. ولكن كما قلت لك يجيوا فرغين من هي. ما يجيبوش معهم المسافرين. ما يجيوا الا باش يديهم المسافرين تعملوا راهم بلوكين هنا يعني. نعم. هذا ما كان. الكائن عدد بزافري. كان كائن بزافري راهم بلوكين هنا. هذا ما كان. اذا سيطار علاج تؤكد الصور وتنفي الخبر. هكذا. ننفي الخبر تماما. ما كانش منها. نعم. المطار الجزائر راهم مغلوق. مخصص الا للرحلات الخاصة. مثل هذا الرحلات. نعم. يعني اوطوريجي اكسيبشيون الامو. باش يديوا رعاياهم. والله رحلات كارغو. لان كيين بعض الجثث اللي راهي في الخارج. كيينتي كارغو يجيبوهم. وباش مواليهم يجيو يديهم من المطار. ولكن ما كانش رحلات اخرى لتروح للخارج. من مطار الجزائر. شكرا لك سيطار علاج على هذا التوضيح. اه. الى ربما تلاقوه في موعد اخر اذا كانت هناك اخبار اخرى تخص دايما قطاع او قطاع الطيران والمطار. شكرا لك سيطار علاج مشاهدين.